نستهل قراءتنا في عنوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان اوروبا الغربية من بريطانيا حيث كتبت صحيفة The Times أن إمكانية فرض إغلاق شامل في البلاد بعد أعياد الميلاد بدأت تتناقص بعد أن كشفت معطيات جديدة أن متحور أوميكرون أقل قدرة على تسببه في مضاعفات خطيرة وفي فرنسا كتبت صحيفة لفيقاغو أن الحكومة تتجه نحو فرض غرامات على الشركات والمؤسسات التي تتجاهل اعتماد العمل عن بعد مشيرة إلى أن التفتيش الذي تقوم به مصالح الشغل بين الفينة والأخرى تظهر أن الكثير من أرباب العمل لا يلتزمون بتفعيل هذا القرار الحكومي وحول نفس الموضوع تسألت يومياد ديفالت حول ما إذا كان نمط الاشتغال عن بعد براتب منخفض نسبيا أضحى خيارا عمليا تدرسه العديد من الشركات الألمانية وذلك على غرار مؤسسات أمريكية كبرى كمحرك البحث جوجل وفيسبوك التي شرعت فعلا في اعتماد نمط الاشتغال هذا وفي بلجيكا أشرت يومياد لسواغ إلى أن مجلس الدولة البلجيكي قام بتعليق التدابير التقييدية المفروضة على القطاع الثقافي والتي سبق إقرارها من طرف ججنة التشاور وشملت إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات العروض